ما بعد عشرين سبعة ليس ما قبلها بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا وحبيبنا المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين بعدد زنة عرش الله وأمداد كلماته وما أحاط به علمه وأحصاه كتابه قوم إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون نعزي الشعب الأبي المسالم الشعب اللبناني حكومة وشعبا مسلمين ومسيحيين ودروز على حد سواء بهذا المصاب الجلل ونسأل الله أن يخلفهم بأحسن ما أخلف أحدا بمصابه بمصيبته ونسأل الله أن يكون على لبنان الجميل حكومة وشعبا خاتمة الأحزان وأن يبعد عنه عيون المتربصين ومكر الماكرين وغدر الغادرين أن الذي حدثه شيء عجيب رغم أني لا أريد أن أكون محللا سياسيا أو أكون ملقلقا مثل ما من يدعي على التلفاز فقد جربت وكنت خبيرا بكل هذه الصواعق والنوازل وما أحيط بها أنا لا أريد ولا أريد أن أكون محققا حتى أزود من يريد بالتحقيق أن يعرف أو لا يعرف ليس من حقي ولكن تعودت من حياتي حينما كنت موظفا في أحد المكانات التي يسمح لها الإطلاع على كل المواد الشديدة للانفجار لم تفعل مثل ما هذا العمر الذي فعل بلبنان وبيروتها الجميلة إنه حزن عميق وأسى مقيم ودمعة لا تبرح عين باكيها وهذا الأمر جليل جليل جلل نسأل الله أن يتخمد بفسيح جناته من استشهد مظلوما ذهب إلى ربه وهو محتسبا بصبره صابرا على البلاء الذي أعمه الشيطان عليهم ونسأل الله أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يشافي جرحاهم والله ما عسايا أن أقول وإن في قولي مرارة مرارة ليس ما بعدها وما قبلها مثل هذه المرارة إن الانفجار ابحثوا عن فاعله ومن أراد أن يوجه صاروخه الحراري إلى هذا المستودع ابحثوا عن عملاءكم ستجدون أنهم كانوا يبحثون عن الغدر من زمان فمكروا حينما قرب القرار من المحكمة الدولية ليخلطوا الأوراقة أردتم مهافتنا فأخرستم وأخرسكم الحق وإن هذا الانفجار ربما هو فاتحة خير للتصالح مع الناس إن الله يستبدل بخير منه ولذلك إن عشرين سبع ليس ما بعدها يا أيها العالم على الأطلاق واعلموا ماذا قلته قلتوا إن لبنان مقبل على مرارة ليس ما بعدها على الأطلاق حينما سألتني المذيعة ولا أريد أن أسبق التاريخ والأحداث لأني ليس منجما وهذا ما قال علي معلمي وأفاض علي سيدي لأني أنادي إلى المصلح العظيم الذي في عهده لن يكون هناك انفجار أو جاسوس خرب أو بائع ضمير أو بائع ذمة أو عميل باع شرفه وكرامته للأعداء لأن ليس يكون هناك أعداء عند ظهور الإيمام واستيلائه على إرثه من جديد وإرجاعه إلى حقه أقول لكم عظم الله لكم الأجر في هذا المصاب الجلل ولكن علينا أن نبني لبنان ونتحد جميعا فقراء أغنياء مواطنين وافدين على لبنان أن يضع صندوقا لا يسرقه السارقين ولا يستفرد به الجشعين حتى نبني بيروت الجميلة ونعيدها إلى سابقتها وسيرتها الأولى هل تستطيعون أنا مستعد ومن معي من الوافدين العراقيين وغيرهم ولذلك لأن بيروت أكلنا وشربنا من مائها وأحببناها حبا جما فإنا لا نريد أن تكونوا أيها الوافدين بمعزل وبمنأة عن مساعدة اللبنانيين الأحباء لنا بشكلهم الجميل بشكلهم الرقيق الأنيق لذلك هذا الأمر علينا أن نتحمله جميعا من أجل إعادة بناء لبنان هل تستطيعون أم مائتها البنوك السافلة التي سرقتم أموال الشعب وجعلتمونا لا نستطيع أن نثق بكم ونعطيكم دولارا واحدا ارجعوا ثقة الناس بكم واسترجعوا أموالكم من سويسر وأمريكا وبريطانيا وغيرها التي نهبتموها من جيوب المودعين حتى نبني بيروت واخذوا ما شئتم من المودعين من أجل بناء بيروت هل تستطيعون إنكم جشعين لا تستطيعون ومعكم من يقول أنا مع بيروت وهو ضدها جملة وتفصيلا من يحب بيروت يحاسب من ينهبها لا يقل أهمية من سرق بيروت وحول مالها إلى إفلاس عن الانفجار النووي الذي حدث في بيروت لن يقل على الأطلاق هذا قاتل وهذا قاتل ولكن ليس هناك الشجاعة وليس هناك من يتصدى لهذا الأمر ويعيد الحق إلى حقه من أجل أن تعيى بيروت كريمة أبية هي وشعبها المسالم الفقير لذلك حينما نقول إن أصحاب البنوك سرقوا أموال الناس وعليهم أن يعيدونها نبني بيروت حتى لا تأخذون نصا نقبلها ولكن هل تستطيعون لذلك أترك هذا الأمر للأيام القادمات هل عندنا عزيمة لنبني ما هدمه السفل والقتل والمأجورين يقينا حينما يكون عندنا أصرار على ذلك ينتهي كل شيء وتبدأ البسمة من جديد وحينما نكون خلافا ذلك لن تعمر بيروت على الأطلاق